الحاجة التانية والحاجة التانية بدون قطع كلامة الدكتوراتية فالنهاردة لو 25 انت بتجبرني ان انا ادخل مسابهة 2000 اللي هي منطقة والنهاردة احمل انا نفسي اعباء مادية كنادي ان انا اعمل 99 واعمل 2000 الحاجة التانية المهمة يا كابتون سامة 90% من الاندية لغت المسابقات الزوجية نتيجة النهاردة اني في تعظيم لمسابقات وتقليل من قيمة مسابقات تانية النهاردة بعد المنتخب اللي كان ماسكوا كابتن عمر أنور بمجرد فشل المنتخب في الصعود مع كابتن عمر أنور طبعا كابتن عمر أنور مدرب محترم مدرب هايل ويعيني هو جابوه قبلها باربعت الشهر وقالو له اعمل منتخب فما كانش فيه تخطيط لهذا المنتخب لما المنتخب ده فشل في الصعود اتلاغت مسابقة 2000 90% من الاندية لاغت مسابقة 2000 خالص كل اللعيبة بتاعت 2000 اندمجت في مواليد 99 والباقي تصرب النهاردة بعد عظيم المسابقات الفردية بعد 99 2001 2003 2006 جمهورية كل المسابقات الزوجية تم دمجها فانت النهاردة بتوسع القعدة ولا بتقلل القعدة الجزء الثاني اللعيبة اللي بتمشي بتقول عشان اللعيبة عندها ما تحتكرش النهاردة أنا لسه شايف التقرير بتاع النادي الأهلي مسابق دور اسمه دوت معسكرات رعاية كل الكلام ده كان بيتوفر لو بيتوفر الاربعين لعب غير لما يتوفر الاربعين لعب انت الاربعين لعب بعد فترة النادي الأهلي فترة من الفترات كانت اللعيبة بتاعته بتاخذوا كل أندية مصر نادي الزمالك كان نفس الحكاية نادي الإسماعيلي كان نفس الحكاية ده كله إيه؟ ان القعدة بتتحط في ظروف ما بتتوفرش الأغلب الأندية النهاردة انت لما تقلل هذه الظروف النهاردة يقول لكي الناشئ اللي بيخرج من الأهلي أو من الزمالك أو من إمبيا أو من المقاولين دي أندية خضع عندها إمكانيات موجستية طبعا فالنهاردة ده بيبقى إعداد الأندية تانية لما بتقلل دوت حتى على أندية القمة أو الأندية اللي عندها قدرات آه أنت بتفتح مجال الأندية تانية بس ما عندهاش القدرات ولا الدعم لهذا الكلام طبعا النهاردة في وقت من الأوقات احنا بنلغي من غير ما بناخد من غير ما بنسمع هل من المنطقة يا كابتن نسامة؟ خدوا رأي حد ما خدوش رأي حد يعني الكلام اللي احنا بنقوله إن بفيه ورشة عمل ما بين الاتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية وما بين كل رؤسات تعتني شين في مصر وعمل اجتماع موسع نرده واسمع الأراءة كلها على طرابيزة ونطلع بنقاط مهمة كابتن نسامة الأمور الطبيعية ربنا خلقنا بو ادنين وق واحد عشان نسمع أكتر من نتكلم من المهم جدا أن مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الفنية وكل المسؤولين عن إدارة الكرة القدم يسمعوا للناس متاخدش بس اسمع الناس ربما الناس يطلع منها صوت عاقل أو يقولك على مشاكل أنت مش مدركها أو مش حاطت إيدك عليها هل من المنطقي أن تنتهي المسابقات من غير ما يتم دعوة الناس مديرين كتعات الناس عندك إمام محمدين وعندك كابتن علاء نبيل وكابتن شطا وكابتن فتح مابروك وكابتن كبيرة كتير أنا بذكر على سبيل المسار لا الحص لما تدعوهم إلى مؤتمر أو إلى ورشة عمل في اتحاد الكرة لمدة 3 أيام يمناقشة شكل المسابقات شكل القيد إيه المشاكل الأكبر أبرز المشاكل أنت عندك فيه بعض المحافظات فيه أربع فرق يعني الواجب يقعد موسم كابتن فتح جميل في محافظات طبعا كارس بص هو بيكلف بقى لعبادي بلعب النهاردة قدام 5-6 فرق المسابق بالنسبالي في سنة باستعد عشان تخلص في شهر وشهر النهاردة اللي ما بيلعبش بطولة الجمهورية ما بيلعبش مسابقات ناشئين فالنهاردة لما أنا أجي كنادي مصر بلعب السنة اللي فاتت في بطولة الجمهورية محقق المركز الرابع في 99 أعيز أخذك بقى لنادي مصر انتهاك رئيس قطاع الناشئين السنة اللي فاتت في نادي مصر والسنة اللي موجود السنة اللي فاتت عملت طفرة وعملت قطاع الناشئين كبير ونتاج مبهرة السنة اللي تلقى لعب في القسم التاني بتتعاقب علشان الفريق الأول نزل القسم التاني أولا هم طلعوا قرار من حوالي 4-5 شهور القرار ده كنت أنا اعترد يعني ناديت بيه من حوالي سنتين كنت بلعب في بطولة القطاعات وخدت المركز الأول على نادي نجوم المستقبل بفريق 14 بونت فجئت إن المفروض ألعب جمهورية كسبت بطل القطاعات قالك لا انت الفريق الأول بتاعك ما سعدش للدور الممتاز فالله هيسعد الممتاز نجوم المستقبل فقلت الكابتن صلاح عليه لو كابتن صلاح لو سمحت لا تزر وزرة وزراء أخرى القطاعات الناشئين لا ترتبط بالفريق الأول القطاعات الناشئين مبهرة كويسة مش شرط عشان الفريق الأول بتاعها ما سعدش للدور الممتاز لما جينا السنة اللي فاتت سعدنا للدور الممتاز الدوري ماكملش هل الدوري ماكملش ده زنبي أنا لغاية الدوري وأنا السنة اللي فاتت مع كامل الاحترام والتقدير كلها كائنات كبيرة أنا كذبان الزمال وكذبان الأهل وكذبان السموح وكذبان المصر وكذبان الاتحاد وكذبان الجونة مركز رابع بإمكانيات لا تقارن بكل الكائنات والأنديل عظيمة اللي إحنا بنستفاده وبنتشرف إن إحنا نتنافس معه قدمنا حوالي عشر لعيبة للفريق الأول نلسة متعدين مع كابتال ربيع عسين بفريق 2001 عاملين ماتش وكل الناس أشادت بله هل من الطبيعي إن أنت توقد مجهود مدربين ومجهود رئيس قطاع ومجهود نادي تقب في إنه يساعد في نتفرة للكرة المصرية إنه يقدم مجموعة من الشباب الوعدين إن بعد ما يلعبوا جمهورية إن السنة دي تقولك لأ هنعتبر السنة اللي فاتت كأنها لم تكن بأي منطق هزا كأنها أنت حتى ما ناقشتنيش كل اللي التواصل اللي حصل إن إدعاتلي جواب يقولي شوف حدد الملعب واللون اللي إنت هتلعب به هل ده شكل التواصل اللي مفروض يحصل؟ ولا التواصل إن المفروض نقض بنناقش أفكار وبعدين مش عايزين نحط لوائح مصمطة جمدة غبية اللي بيدفع تمنها ولاد وشباب ومدربين فرعان شبابهم ومواهب ممكن تتوئد أنا فيه لعبة كتير جدا بتقولي كابتل لو هنلعب السنة الجامعة مش عايز أكمل